يصادف اليوم اليوم الدولي لمكافحة الفساد في اليوم الحادي والثلاثين من اكتوبر عام 2003 تلانت الجمعية العامة للأمم المتعينة قرارا حول مكافحة الفساد ففي وقت لاحق تم يعلان التاسع من ديسمبر يوم دوليا لمكافحة الفساد ولرفع مستوى الوعي تعد صين دولة طرفا في الاتفاق وقد بذلت جهودا ملموسة في مكافحة الفساد خلال العقد الماضي وبحلول نهاية نوفمبر اعادت عملية سكاي نيت الصينية اكثر من 800 من المسؤولين الفاسدين الذين فروا الى الخارج واكثر من مليار ومئتي مليون يوان صيني وما زالت عملية سكاي نيت الصينية تلاحق المسؤولين الفاسدين وهناك عدد متزايد من الدول التي تتعاون بنشاط مع الصين في هذا الصدد عندما نتكلم في مناسبات دولية ونقول إننا ندربو كيلة من النمور والزباب ور جميع يفهم لقصد لأنه تجو حتى إلا شرح ممعنا النمور والزباب وهم يقولون إن مكافحة الفساد في السين صنع تطريق انداء خصائص سينية كما قدمنا أيضا تجربة ثمينة للمجتمع دولية ترجمة نانسي قنقر